المؤتمر الدولي لطب المستعجلات يعود في نسخة جديدة هي السادسة من نوعها بمشاركة أخصائيين مغاربة وأجانب من القطاع الصحي مؤتمر ينعقد هذه السنة تحت شعار الأساسيات في الطب الاستعجالية ملتقى سنوي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء الوطنيين والدوليين من خلال انكباب المشاركين على جل المواضيع المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في مختلف مصالح المستعجلات نحن الآن في الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لطب المستعجلات لدورة متميزة التي ستكون فيها نقلة نوعية نقلة نوعية لا بالنسبة لتغيير طريقة المحاضرات نقصرهم لكي يكون أكثر وقت المناقشة والمحاورة وتبادل الخبرات من ناحية تنيا زدنا محل أخر لتنسميه المحاكة لدينا جوجة البلايس لحالة نحاكي وحالة مرضية في المستشفى وتندرها هنا في المؤتمر هي ثالث مشاركة لنا في هذا المؤتمر الذي يعد فضاء وأرضية خصبة لتبادل الأفكار والرؤى بين المغرب وباقي الدول المشاركة الأخرى خاصة الدول الإفريقية كوننا نطمح دائما إلى تطوير اتفاقية جنوب جنوب لأن المغرب بالنسبة إلينا محرك للتنمية بإفريقيا المنظمون يتطلعون إلى التعريف بالتطورات وآخر المستشدات في الطب الاستعجلي من خلال هذا المؤتمر الذي ينظم على مدى يومين وكذا مناقشة المشاكل المتعلقة باستقبال ورعاية المرضى الوافدين كما يعتبر تحسين ظروف وبيئة العمل للأطر المهنية بهذه المصالح من بين الأهداف المسطرة من طرف اللجنة التنظيمية هذا العام سيكون عالمي سيستقطب أخصائيين ومتخصصين عالميين لكي يكون تبادل الخبرات العالمية وهذا النهوض بهذا التخصص لأن هذا التخصص هو القلب النابض للمستعجلات وهو العمود الفقري للمستشفيات لأنه من يأتي المرأة في حالة حارجة أول شيء يرى هو طبيب المستعجلات كان عقدنا داراً الحيوية دي هالهد القطاع وديل الأهمية ديل تبادل المستعجلات في المنظومة الصحية ككل بطبيعة الحال كان هناك عدة تحسينات للقدرون نضيفه في هاد المجال وهذا هو الدور ديل هاد المؤتمر خاصنا لأنها كتتأسيري تكون المستمر ديل كساسواء الأطباء أولى المهن التمردية محاضرات وورشات تكوينية وأخرى للمحاكاة الطبية تتخلل برنامج هذه الدورة ورشات تم تنظيمها لفائدة الأطباء والممردين والمهنيين والطلبة بمختلف مشاربهم الذين توافدوا من داخل وخارج المغرب إلى المؤتمر من أجل المساهمة في دعم مشاريع مقترحات وتوصيات للنهوض بالمعارف العلمية والمهنية في كافة مجالات الممارسات الاستعجالية ترجمة نانسي قنقر